لعبة الاهلي حصل اتصال مع الكابتن سال عبدالعفيز وقال له مننا حصرف المكافآت قبل المباراة القادمة هيكون المكافآت اللي فاتت مع لعبة النادي الاهلي كنوع من الدافع والحافز ما يخص مكافآت الزمالك أو الكصة مع الزمالك ننتظر نتحدث بعد القرار عشان نبقى ماشيين خطوة بخطوة كولر هقولكو خبر يعني حننفرد بيه كولر امبارح بعد المباراة اول امبارح حد يقولي ايه انا مش سامع طيب كولر بعد المباراة الاخيرة وهو في تونس كل الناس كتقعدة بتقول ان الاحتفال حيقعد ساعات الاحتفال حيقعد ايام كولر فاجئ لعبة النادي الاهلي لعبة النادي الاهلي وطلع الاوتوبيس وطلع الاوتوبيس وعشان اأكد لكم كمان عشان الناس يعني تقول ايه دايما في بعض الناس يعني يوم تربطنا بهم علاقة قوية في الجهاز وتقول لها جابت يعني اخبارت تعرفها منين اقول لهم يعني والله الحمد لله بنعرفها مسك المايك لأول مرة في الاوتوبيس وتكلم معهم وقال لهم الف مبروك صفحة ونقفلها حتى اللعيبة دحكت يعني في بعض اللعيبة ردت وقاله هي الصفحة اتفتحت عشان نلحق نقفلها فرد كولر قال صفحة ونقفلها انا مش عايز دلوقتي تفكير غير في المباراة الاهلي والزمالك القادمة مباراة السوبر القادمة عملنا مشوار رائع جدا في البطولة الافريقية ولكن ما خدناش البطولة كولر خاف ان الاحتفال يزيد الاحتفال يزيد فياخد في وشه بطولتين ركزوا في كلامي بقى كولر قال للجهاز الفني اللي معاه وحصل حديث بينه بين الكابتن سدعب تعفيز والمجموعة اللي موجودة قال له ما تقلقش لعبت الاهلي عارفة طريقها قال لهم لا انا اخاف ان الاحتفال يضيع مني بطولتين يضيع مني بطولت السوبر احتفال زيادة قوي ونقعد نحتفل ويضيع مني البطولة الافريقية واللعيبة تفتكر ان كده خلاص اكننا اخدنا البطولة الافريقية وده قصة مش مظبوطة احنا لسه ما عملناش حاجة احنا راحين يا دوبك راحين للدور قبل النهائي كولر معلم كبير معلم كبير في ايه هو عرف ان في الاخر محدش هيحسبه على اللي احنا شايفينه ده اه كسبت الرجاء هايل والامور والهلال السوداني وماتشات جميلة ورجعت وعملت كامباك وريمونتا ده فين البطولة مفيش بطولة كل سنة وانت طيب للأسف اللعب مع الاهلي هي في الاخر كاس جبته ولا ما جبتوش وصلت بقى النهائي عملت ماتش حلو وصلت النهائي قصرت الدنيا خسرت البطولة يبقى مفيش شرطة بتضفلك في تاريخك ولا في السجل بتاعك محدش هيفتكر يقول الكلام اللي حضرتك بتقوله اذا النهاردة الرجل بيقولك انا عارف انتو حضرتكم عايزين مني ايه انتو عايزين مني اداء واهداف ولا كاسات وبطولات النادي الاهلي بتاع بطولات مش بتاع مادليات دي الجملة الشهيرة في النادي الاهلي النادي الاهلي بتاع مركز اول مش بتاع مادليات ومركز تاني هو ما بيتحسبش ده محدش بيسقفلك على ده محدش بيتفهم ده هو بيتفهم بطولة كسبتها او خسرتها على فكرة ده اللعب دايما مع الكبار حتى في الزمالك كده كل الانديها الكبيرة كده كسبت ولا خسرت كسبت خدت الكاس المركز تاني هي خسرت بطولة فهو النهاردة عايز ديف لنفسه عايز النهاردة بيفنش الدوري اخد السوبر اللي فات عايز ياخد السوبر ده عايز البطولة الافريقية يرجحها لمكانها الطبيعي بعد خسرتها في الموسم الماضي عايز 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 طيب كل اللي بيفكر فيه دلوقتي خطوة خطوة واحد دلوقتي بيقوله طيب بنسبة كبيرة ممكن سانداونز يوصل فتلعب سانداونز في النهائي يقول لهم لكل حدث حديث وصلني بس وبعد كده الأمور الأمور هتتغير الأمور هتتغير كل التصريح مهم لبعض الصحفين بعد المباراة الأخيرة في الغرف كده المغلقة يعني سألوه في حالة انك توصل للنهائي مع سانداونز قال لهم والله أنا بتكلم الخطوة بخطوتها ولكن أنا هأكد لحضراتكم في أيام في كرة القدم المدير الفني بيصرح دايما ان هو يوم ما بيتكررش فقولر قال ان ماتشنا مع سانداونز في جنوب أفريقيا ده ماتش ده يوم مش هيتكرر تاني ده يوم مش هيتكرر تاني كل حاجة ورده في عالم كرة القدم ولكن ده الراجل تصريحه في بعض الناس يقول لك بص لو لعبت الماتش ده 100 سنة مش هجيب جول لو قعد الماتش ده 10 ساعات الفيئة دي مش تكسب هو كولر قال كده قال المباراة دي او اليوم ده لو تكرر 10 مرات مش هيتكرر بالشكل ده هو أضرى بحاله وانا بضم صوتي لصوته ان اليوم ده من الصعب مع النادي الاهلي ان هو يتكرر تاني ولكن ولكن يحسب لسانداونز اللعب بشرف كبير واللعب بروح كبيرة واللعب بأمانة كبيرة جدا عشان ندي لكل واحد حقه كنا دايما بنقع في البطولة الافريكية نقول ايه بصوا هنا التجاوز والخروج عن النص وبص هنا الجمهور وبص هنا الجمهور عملية وبص الامور ماشية للوقتي 10 على 10 الاهلي راح هناك لعب الرجاء الامور مشت بشكل رائع استقبال تأمين كل حاجة على ما يرام فرة الرجاء جات مصر الامور كانت رائعة استقبال رائع بتلعب في اي دولة لكنك بتلعب في بلدك وبالمثل كمان والفرق الاخرى فايزا الامور ماشية زي الفل زي ما بيقوله فايزا هذا المهم في الاخر بننتظر لنرى هي في الاخر كورة فقط لا لا شيء مصطفى شلبي بينتظر كشف طبي في اختبار طبي لمصطفى شلبي لحسم مصيره هيكون موجود مع زمالك في هذه المباراة واللغة